موسيقى ألو ألو مين معايا؟ إيه، مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش أخد بالي أعموماً أنت عندك حقات تزعل مني أنا أصف يعني عشان المرة اللي جاءت تعاملت معك بطريقة سخيفة المرة اللي فاتت بس معلش عشان كان عندي شوية مشاكل والناس اللي انت شوفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لأخبار وحشة وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما تكون متهمة عندك وبتحقق معايا فيعني الحاجات دي عصابتني شوية ما تزعلش مني خالص طبعا متهمة ايه وبعدين انا مززعلان خلاص المهم انت تبقي كويسة بعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا حتلاقيني جملك متشكرة طب عشان ما طولش عليك كان فيه قربتي كوريا اللي انا عايشة عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل فاكرها اه فاكرها طبعا الكوافير اه اه خطيبها بقى اسم ابراهيم نوح السيد كان جاله استدعى من نيابة وهو اللي قوي عايز يعرف يعني الاستدعى ده عشان ايه فلو تقدر يعني تعرف لنا بسيطة خالص انا بكرا الصبح اول ما وصل الاسم اشوفلك لو ليه اي محاضرة عندنا تحاولك للنيابة ولا لا ولو فيه هعرفلك ايه السبب بالزبط مش ده رقمك اه اه رقمي رقمي خلاص انا هسجله واكلمك بكرا اقولك ايه الاخبار بس بقولك ايه هتعمليني زي ما بتعمليني دلوقتي مش زي قبل كده اه لا 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 اكيد اكيد زي دلوقتي يلا باي باي اه اه ما بتكلموهش اه جتنا نيلة احنا لو بنعرف نتساهوك كده ما كانش دبع حالي بتقولي ايه اه بقول مش شكرينا جول العفو يا كوريا الو ايبا يا بابا ازاي اهلا ازايك يا ست نجوان لقفت الفلوس لوعدك وسايبانا حلمت بهدل ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ في حاجة في حاجات يا اختي هم تجالها فشل كلاوي ورقدة في المستشفى يا نهى ربيض فشل كلاوي مرة واحدة؟ هم المرتين؟ اه مرة واحدة محتاجة غسيل كلاوي تامن مرات في الشهر بتامن تلاف جنيه الجلسة الواحدة بألف جنيه مش مهم الفلوس انا حبعتلك بس المهم ماما تبقى كويسة بلا ستين نيلة اهي رقدة مين بقى يا اختي اللي حيصرف على البيت ان شاء الله ما قدمناش غيرك ابعتدنا كل شهر التمن تلبتو الغسيل وفوقيهم كام الف كده لمصاريف اخواتك مصاريفهم بقيت تقطم الوسط طيب حاضر يا بابا انا حبعتلك على وسط ريونيو زي المرة اللي فاتت المهم خلي بالك من ماما يلا باي دلوقتي ها؟ باي 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 جت كنيلة في لغات امك ما تقولي مع السلامة يا دي النقهد اللي انا فيه اسا اروها افتح طيب طيب ايه ده؟ جايب انهالي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا شرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى ايه اللي هيكرمك يا ابو نجوان انا مش طالبة يا اخويا غير ان اتريمة على فرشتي والدكتور قالي ان انا هتحسن بعد الغسيل انزلي يا اختي هاتيلك ارشد تغسلي بايهم ايه ده؟ انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عينا قدامك يا اخي عندها فشل كلوي قولها ربنا ايش فيكي ان شاء الله تقومي بالسلامة مش عمال تسهم بدنها كده بكلامك جرى ايه يا اختي؟ انت عتعمليلي فيها قبل افيتها وتوعزينا؟ ما تغوري في داهية واحد بتكلم مع امراته ايش حشرك انتي؟ حقيك علي ابنا يكون فعونك يا مناجوان السلام عليكم يا اختي جمالات هلو اهلالو اسهلا مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سونس اه انا بحب الشيوخ اوي 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 عارفها ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول ايه؟ انا هحج امتى بقى؟ ان شاء الله ربنا يكتبها لك يا ستة سونس بعد ذلك يا اختان كنت حابب ألفة نظرك لحاجة بسيطة كده اتفضل هذه المجسمات الموضوعة في باترينات العرض المسمى بالمريكانات قالت هلينا فيها فتنة يعني ايه؟ هذه المجسمات انا ترينا فيها فتنة فتنة؟ دي بلاستيك افهم هذا جيدا ولكنها منحوطة بمهارة كأنها انسة متفجرة القروسة ملفوفة القوام وشباب منطقتنا من الفقراء من من يصعب عليهم توفير المفاقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات وأنا بعيني شهادت كثير من أبنائنا سائق التكاتئ وهو يهدقون السرعة ليتأملوا أعزي المجسمات والعياذ بالله العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش رحمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله بس واضح إنه كلام مهم ولكنني وقفت أراقب المحل طويلاً حتى وجدته خالياً وتجرأته وقلت أكلمك لا أنا مش متضايقة خالص بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في القريقة في المنطقة قصدي والله خير القيام يا أختي جمالات أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وإم المصلين كل هذا نزير 750 جنيه شهرياً بكافة مجتملاتي مجتملاتي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله بارك الله وفيك بعد إذنك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على مهلك وانت ماشي الرجل ده عايز إيه؟ تشعرفني بيقولي لازم ألبس المكانات المكانات؟ لابس المكانات ويشتغلوا ازاي؟ هو أنا أنا أساك انت كمان حرم عليك خد يا حبيبتي وردي على التلفور حظ علم صباح الخير صباح النور كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة لا كويسة بقيت أحسن أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعة إبراهيم نوح ده اطلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص بس هو طبعا تهام من غير للشهود ولا أي حاجة وعشان كده هتعمله استدعمش ضبط وإحضار بس طبعاً لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش حضاية وتحكم عليك غياب خلاص حاضر أنا هقوللي كوريا عشان تقوله ومتشكرة أول حضرتك تعبتك معايا حضرتك أول حاجة ما تقولي ليش حضرتك سانية ما تشكرنيش وأنا عايزك تخلي بالك من نفسك بي أحسن طريقة تشكرني بيها خلاص ماشي يلا باي باي مالك يا بيت ساهمت كده ليه صح صحي لأكل إيشك لحزان بعدنا أقوبة قصارك تتحط شوية زيت عليهم حت الدهن جموسي دهن جموسة؟ آه عشان يدوا ريح وبعكد تروح فق على الكبدة والسجوء وردمهم في الفل أخضر وطماطم وبوهرات لما تيجي تعبي بقى ما تدبش استكنا في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهوقش ويطلب مونة زيادة بص نص فتحة وتمسك المقصوصة ويدوب شوف يا دوب لحزة كبدة وتكمل بتحينه الكيلو يعمل معاك من ثمانين لمية رغيف أقل من كده تبقى أحمار اسمع يا واد منه وما تصدرش الطرشة يا ولا شوفوا بيشتغل الناس إزاي عشان ما حديش يشتغلك يا عبيب مالي الزجون هاكل إيه؟ مخلي تبدله مخلل على قد ما تقضع المخلي اللي بيضيع طعم الرغيف الحال ياكل اللي ياكل يا أخويا ما إن شاء الله ما أكل هو الرغيف أبو كيلو كبدة واثنين كيلو سجوء يا أخويا إزا كان مسوك؟ إزا كان سوك؟ تعال هي معاوزاك إيه خير؟ القضية اللي عليك تلعيد بتاعة سرقة الميكروباس بالودي الزابط قال لي البت جمالات إنك لازم أن تروح حشان ما تنتصرش فيها حكم وبيقولك كمان لازم أن تنكر ما هو ما فيش شهود ولا حاجة ماشي؟ ماشي، هروح بكرة شوف الموضوع ده ماشي يا أخويا بس إن موضوع البت مع الزابط؟ المنطقة دقيقة يا كوريا والحريحة عتفحفة قدي هنفعتك يا أخوي كنت هتعرف منين اللي فيها لو كان مش بيكلموا بقى أشت؟ علامة فيها مصلحة أشت؟ البت يا أخوي عملت واشوش في الواد كأن إحنا غربة، هو إحنا غربة يا ولد؟ رحنا أغرب يما وخليك بحارج بقى الله يخرب بيتك يا كوريا كوريا هتولى أفورك